الفائز هو بتنظيم كأس العالم 2022 قبل 12 سنة من الآن أعلن الاتحاد الدولي لقرة القدم عن فوز قطر بشرف تنظيم كأس العالم 2022 حيث تعتبر أول دولة عربية تفوز بشرف تنظيم أغلى الكؤوس في العالم وها نحن ذا على بعد أيام قليلة على بداية هذا الحفل القروي الكبير استعدادات قطر لكأس العالم على مدار 12 سنة لم يتوقف العمل والإعداد لتجهيز كل المتطلبات اللازمة حيث خصصت ميزانية مفتوحة لإنجاح هذه التظاهر العالمية حيث وصلت إلى أكثر من 220 مليار دولار أمريك وهذا كله لبناء دولة جديدة داخل دولة قطر من ملاعب وفنادق ومواصلات ومدن ترفيهية ومكتبات ثقافية ومتاحف لتحقيق الراحة لزوار كأس العالم ولتعريفهم على ثقافة العرب بصفة عامة الملاعب ثمانية ملاعب مونديالية وهي استاد البيت في مدينة الخور سيعته 60 ألف متفرج استاد لوسيل في مدينة لوسيل يتسع لـ 80 ألف متفرج استاد أحمد بن علي في أم الأفاعي سيعته 40 ألف متفرج استاد الجنوب في الوكرة سيعته 40 ألف متفرج استاد الثمامة في الثمامة سيعته 40 ألف متفرج استاد المدينة التعليمية في الريان سيعته 40 ألف متفرج استاد خليفة الدولي في أسباير سيعته 40 ألف متفرج وأخيرا استاد 974 في رأس أبو عبود سعته 40 ألف متفرش الفنادق تسعى قطر لتأمين أفضل الخدمات خلال المونديال فنادق عالية الجودة لللاعبين ومنتخباتهم والمشجعين المرافقة له في تجربة يتوقع أن تكون الأفضل في تاريخ البطولة حيث أجرت مختلف الفنادق المستقبلة للمنتخبات عمليات تطوير شاملة لجميع مرافقه من غرف ومطاعم والنادي الصحي وحمامات السباحة وقاعات الاجتماعات وصالات الرياضة المواصلات باعتبار أن قطر دولة صغيرة وجميع الملاعب قريبة من بعضها يمكنك مشاهدة أربع مباريات في يوم واحد من خلال الميترو الذي يتألف من ثلاث خطوط والتراب الذي بدوره يتوفر على ثلاثة أنظمة مختلفة والحافلات العامة وسيارات الأجرة وأوبر وكريم المناطق الترفيهية والسياحية تمتلك قطر وجهات سياحية وترفيهية مهمة في الوطن العربي سوق واقف في الدوحة حيث يعتبر مكانا مثاليا للتمتع بتجربة تسوق أصلية جزيرة اللؤلؤة وهي وجهة مثالية للعائلات لاحتوائها شقق سكنية وحدائق بالإضافة إلى محلات تجارية كورنيش الدوحة حيث يتمتع بإطلال ساحرة على بحر العرب وخليجه مكتبات ثقافية ومتاحة فزوار كأس العالم كذلك يمكنهم التعرف على ثقافات قطر والعرب من خلال المكاتب والمتاحة من بينها مكتبة قطر الدولية وهي مكتبة بتصميم رائع وحصري وامتلاكها مختلف الكتب الثقافية والعلمية وكذلك يوجد المتحف الإسلامي الذي يوجد فيه مختلف الثرات الإسلامي القديم والحديث لتقريب الزوار من الثقافة الإسلامية وهذا لكي تعتبر قطر الدولة التي ستستضيف أحسن كأس عالم على مر التاريخ ترجمة نانسي قنقر